موسيقى أهلا بكم للأسبوع التاسع على التوالي تتجدد الاشتباكات بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في نقاط عدة على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة في غضون ذلك تفتح إسرائيل الجبهة الخارجية فعلى خلفية المواجهات والقتال الدائر في مختلف أنحاء الشرق الأوسط قررت إسرائيل والولايات المتحدة إجراء أكبر مناورة للدفاع الجوي في تاريخ العلاقات بين الجانبين بحسب تعبيرها وأشار موقع والا الإخباري الصهيوني أن الدفاع الجوي الإسرائيلي سيجري في الربع الأول من العام 2016 مناورة جانيفر كوبرا التي تعتبر أكبر مناورات الدفاع الجوي مع الجيش الأمريكي ولهذا الغرض سيصل إلى الأراضي المحتلة حوالي ألف جندي أمريكي للمشاركة في المناورة التي تعتبر أكبر مناورة يجريها الأمريكيون مع جيش أجنبي يعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية كيانات مخالفة للقانون الدولي مقامة على أرض احتلتها إسرائيل في حرب عام 67 وهي أراضي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة عليها وهو ما دفعه لوسم منتجات المستوطنات منذ نحو أسبوعين إلا أن هذه الخطوة ما زالت تزعج العدو قرر كيان الاحتلال في مناطق السلطة الفلسطينية مشيرة إلى أنها لم تكتفي بتعليمات وقف الحوار بل تعمل على توسيع تعليمات رئيس الحكومة بشأن عدد من الدول الأوروبية وبحسب مسؤول كبير في وزارة الخارجية فإن الحديث عن ست دول دفعت بهذه المبادرة وهي السويد، بلجيكا، إيرلندا، فرنسا، ولوكسنبورغ ومالطا وبحسب خارجية الاحتلال فإن كل واحدة من هذه الدول الست مشاركة بدرجات متفاوتة في مشاريع مختلفة في الساحة الفلسطينية وهذه المشاريع مهمة بالنسبة لهذه الدول وقد حظيت حتى اليوم بتعاون إسرائيلي ورد الاتحاد الأوروبي بالاستغراب من التعليمات الإسرائيلية حيث أن المرة الأخيرة التي كانت فيها عملية وسلام في عام 2014 وفي حينه كانت مشاركة الاتحاد الأوروبي قليلة نصبيا وبحسب مسؤولين في الخارجية فإن تجميد الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي هو البداية فقط وقدرت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية تأثير قرار وضع الملصقات الخاص ببضائع المستوطنات بحوالي 50 مليون دولار تشمل العنب والتمور والنبيذ والدواجن والعسل وزيت الزيتون ومستحضرات التجميل المصنوعة من أملاح البحر الميت المقاطعة الأوروبية غير الرسمية لإسرائيل ما زالت تترجم بطرق عدة كان أبرزها أيضا هذا الأسبوع إلغاء نائب المستشار النمسوي راينولد متلنر زيارة مقررة إلى الأراضي المحتلة لرفضه لقاء وزير الخارجي أو وزير العلوم وتكنولوجيا الإسرائيلي أوفير أكونيس لأن مكتب الأخير في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة وكان مقرر أن يزور متلنر إسرائيل اليوم الأحد والتقاء مسؤولين إسرائيليين من بينهم أكونيس من أجل التباحث في التعاون العلمي لكن الحكومة النمسوية أعلنت رفضها عقد لقاء مع وزير إسرائيلي في الأراضي المحتلة عام سبعة وستين وقالت إن الوزيرة مستعد للقاء أكونيس في أحد الفنادق في القدس الغربية المحتلة أو في مقر الكنيسة وسبق ذلك إلغاء زيارة وزير الخارجي البلجيكي ديديي رايندرس لإسرائيل بعد أن أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي من يمين نتنياهو الذي يتولى حقيبة الخارجية أيضا أنه يرفض استقبال رايندرس بسبب دوره في قرار الاتحاد الأوروبي بوسم منتوجات المستوطنات في الأسواق الأوروبية الحرب الأخيرة على غزة خلفت جنودا يعانون أمراضا نفسية في الفيديو الذي سنتبعه جندي صهيوني يشرح معاناته جندي صهيوني يشرح معاناته جندي صهيوني يشرح معاناته جندي صهيوني يشرح معاناته 10,000 شكالين 100,000 شكالين ما نرى لكم فهو كيف يشرح معاناته كانت اימא שהיא سימה לי את הבת חולים של הפציעה שלי בעזה אתם קבעתם את אימא שלי אין לי דוח פציעה מי זאת הציין תפקעים שלי מי זאת? יום אחרי מצאי את עצמי לחוץ לגולני למאזי בא לי מאזי סופר ככה יביא את לעמוץ מרגימות לפג'ים מתעבדים מתפורעים מה אומרים אם נצאתה בגולני נשמע לך לגולני מה אתה רוצה פה תתקדם עזוב אותנו הם באים אותי לעוד יחידה ולא עוד יחידה אני אראהה אני אראהה אני אראהה אני אראהה אני אראהה ובאה למהה למהרקתותי למהרקתותי תאכולי למהרקתותי תאכולי 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 לסקות קצפו סلاح الجو الإسرائيلي قاعدة عسكرية تابعة للفرق 155 التابعة للجيش السوري في القطيفי في ضواحי دماشق محملة بالصواريخ الباليستية بحسب ما زعم العدو وبحسب التقارير السورية فأن الهجوم قد نفذ بواسطة طائرات من دون طيار وصلت إلى المنطقة قادمة من أجواء لبنان وبحسب القناة الإسرائيلية ثانية فإن هذا القصف يأتي بمثابة رسالة إلى النظام السوري وإيران وحزب الله مفادها أنه حتى في عهد التدخل الروسي في سوريا وبعد نشر صواريخ اس 400 فإن القصف الإسرائيلي سوف يتواصل وإسرائيل تنسق مع روسيا بهذا الشأن وكانت إسرائيل قد أوحت بتوافق روسي إسرائيلي والدليل عدم التعرض لطائرة روسية اخترقت مجالها الجوي روسيا وعلى ما يبدو في أعقاب اتفاق مع كيان الاحتلال فرضت عليه قواعد لعبة جديدة في المجال الجوي هذا ما أكده المحل العسكري عاموس هارئيل في مقال نشراه في صحيفة هارتس لافتاً إلى أنه خلافاً لتصرف تركيا الضالعة في الحرب الدائرة في سوريا والتي أفقطت طائرة مقاتلة روسية بدعوى اختراقها مجالها الجوي الأسبوع الماضي فإن الكيان لم يفعل ذلك ولم يسقط الطائرة الروسية التي أعلن يعلون اختراقها نهار الأحد الماضي ويقول هارئيل إنه خلافاً للماضي لا توجد تقارير تتحدث عن غارات إسرائيلية في المنطقة العليا شمالي سوريا الذي تحلق فيه الطائرات الروسية وأنه عندما انتقل المارد الروسي إلى السكند في الميناء المجاورة أصبح كيان الاحتلال يسير في محيطه بحذر بالغ وأضاف المحلل أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن نشر منظومة أس أربعمائة سطاروخية المضادة للطائرات في سوريا يؤثر في كيان الاحتلال لأنه بوجود قدرة لهذه المنظومة الروسية على رصد حركة الطائرات على بعد مئات الكيلومترات فإن سلاح الجو الإسرائيلي سيضطر إلى أغذها بالحسبان لدى قيامه بأي نشاط في جبهته الشمالية ميزانية جيش الاحتلال لعام 2016 بلغت 59 مليار شيكل أي ما يعادل 15.5 مليار دولار بعد أن قررت الحكومة الإسرائيلية الموافقة على زيادة ميزانية الجيش بثلاثة مليارات شيكل عن العام الماضي والعدو يركز في تحويل الجزء الأكبر من الميزانية لاستكمال المخزون الاحتياطي أكد المحلل الأمني العسكرية في صحيفة يادعوت أحرانوت أليكس فشمن أن أركان دولة الاحتلال سيشنون عدوانا جديدا على قطاع غزة لأن الجمهة الشمالية السورية ولبنان مقتضة جدا خصوصا بعد أن بدأت روسيا بتقديم المساعدة العسكرية لحليفتها الاستراتيجية سوريا واعتبر فشمن أن هذا الأمر يخفض نشوب المواجهة القادمة مع حزب الله اللبناني وبحسب المصادر الأمنية في تل أبيب فإن جيش الاحتلال يوظف جهوده في الاستعداد لخوض قتال طويل النفس على حد تعبيرها فشمن الذي يعتبر من المقربين للمنظومة الأمنية الإسرائيلية رأى أنه مع بدء العام المقبل ستطرأ زيادة ملموسة فيما يتعلق بطول النفس لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي في الذخيرة الوقود الغذاء قطع الغيار وغيرها ولفت فشمن إلى أن هذا هو أحد الدروس الأساسية المستخلصة من جولات القتال في قطاع غزة في الأعوام الأخيرة والتي استمرت ما بين ثلاثين إلى خمسين يوما وتركت الجيش مع مخازن خالية من الذخيرة في مجالات حساسة وبشكل خاص الذخيرة الجوية موضحا أن هذه الزيادة تشكل أيضا جزءا من خطط القتال التي يعدها الجيش في حال نشوب مواجهة كثيفة مع حزب الله على الجبهة الشمالية وكشف فشمن النقاب عن أنه قبل عدة أيام نظمت ندوة شارك فيها كوادر من القيادة العليا على أن الجيش لن يكرر الخطأ الذي ارتكبه في حرب لبنان الثانية عندما وصلت الوحدات للقتال إلى الجبهة منهكة وأوضح المحلل أيضا أنه خلال الندوة المذكورة عرضت على قيادة الجيش خطة عمل متعددة السنوات التي تحمل اسم خطة جدعون قبل أن يقرها هذا الشهر المجلس السياسي الأمني المصقر وهذه الخطة ستقلس بشكل كبير مدة الاستعداد للحرب من أيام إلى أسابيع إلى ساعات معدودة تمتد على الأكثر ليوم واحد وفي إطار هذه الخطة أصدر إزنقوت أمرا إلى الجيش بتحويل الجزء الأكبر من ميزانية المشتريات نحو الإعداد للحرب كشفت القناة الإسرائيلية الثانية أن عدد الجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا بأعاقات نتيجة العمليات التي تعرضوا لها والحروب التي خاضها جيش الاحتلال حتى العام الجاري بلغ 56708 جنود وأوضحت الأحصائية التي نشرتها القناة على موقعها الإلكتروني أن 47 ألف فاصل 843 منهم من الجنود الذكور و 572 من الجنود الإناث ما زالوا يعتبرون من المعوقين ويتلقون العلاج في قسم التأهيل التابع لوزارة الحرب وأشارت إلى أنه منذ بداية العام الجاري دخل 623 مجندا ضمن المعاقين جراء تعرضهم للإصابة في العدوان على قطاع غزة أجرى العدو الإسرائيلي مناورة عسكرية وطبية في الأسبوع المنصرم أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء تدريبات فجائية في جنوبي الأراضي المحتلة أي المنطقة التي تحوي غلاف قطاع غزة والنقب الغربي فانتشرت قوات العدو معززة من القوات البرية والجوية والقوات الراجلة داخل مختلف مدن وقرى جنوبي ومركز فلسطين وتحت إشراف مباشر من رئيس أركانه غادي أيزنكوت وطاقم ضباط الجبهة الجنوبية لا سيما في منطقة قطاع غزة استمرت التدريبات نهارا كاملا وتركزت على ردود الفعل المتوقع من المقاومة الفلسطينية في حال نشوب حرب جديدة وأبرزها قصف صاروخي من القطاع يستهدف المدن الإسرائيلية في الجنوب وتسلل عشرات المقاومين من القطاع إلى الداخل والقواعد العسكرية الإسرائيلية على غرار الحرب الأخيرة بالإضافة لإطلاق نار من شارع جديد عبدته حماس مقابل استياج الحدودي وفي الإطار وفي الإطار نفسه يجري السلاح الطبي في الجيش مناورات في منطقة الجنوب تتضمن أساساً بناء مشفى ميدني للكوارث القومية في منطقة إيلات حيث من المتوقع أن يشمل إمكانية إقلاع وهبوط طائرات تحمل مصابين وتستهدف مناورات السلاح الطبي فحص جاهزية الأطباء والمشافي للتأقلم حال تعرض المشافي للقصف أو تعرض مبنى استراتيجي للاستهداف أو في حال هجوم إرهابي محتمل في المدينة ومن المتوقع أن يجري إنشاء المشفى الميداني المفترض خلال 72 ساعة فقط على أن يستمر في العمل أسبوعين كاملين ويشمل المشفى غرف عمليات واستقبالاً وصدمة رئيس بلدية ساند غوتهيرد الهنغارية جابور هوزدار قال في تسجيل مصرب له خلال جلسة المجلس البلدي إن إسرائيل تقف وراء الاعتداءات الأخيرة في باريس ونقلت دعوت أحرنوت عن رئيس البلدية قوله ما حدث في باريس هو إثبات واضح أن هناك جهات معينة وراء ذلك وأنا أقول ذلك بصراحة هنا إن هناك احتمالاً كبيراً أن دولة اليهود السبب بهذا الحادث لأنها تريد تحريض أوروبا المسيحية ضد المسلمين وأضفت يدعوت أحرنوت إن السفير الإسرائيلي في هنغاريا أصدر بياناً دانا فيه أقوال هوزدار معتبراً أن مثل هذا التحريض ضد اليهود أدى في الماضي إلى مأساة كبيرة للشعب اليهودي حتى هنا في هنغاريا وقالت الصحيفة إن رئيس البلدية اعتذر لاحقاً عن صدور مثل هذه الأقوال عنه في حين صرح رئيس حزبه أن هذه الأقوال تعبر عن رأي شخصي وأن الحزب يعتقد أن داعش هو من يقف وراء اعتداءات باريس اضرب المخرب لعبة الأطفال التي تحدثنا عنها الأسبوع الماضي والتي تحرض الطفل الإسرائيلي على قتل الفلسطينيين ما زالت موضوعة على موقع القناة السابعة الإسرائيلية المتطرفة رفضت ما تستمى نيابة الدولة الإسرائيلية طلب مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الداخل فتح تحقيق ضد القائمين على لعبة الضرب المخرب الإسرائيلية التحريدية ورعت النيابة أنه لا يوجد أي مبرر لفتح تحقيق جنائي ضد مطوري اللعبة وضد إدارة موقع يلدودس الذي نشر اللعبة وفي رد النيابة الإسرائيلية وتفسيرها لرفض الشكوى المقدمة أنه بالنسبة إلى جنحة التحريد العنصرية فإن الموقع المذكور لا يتطرق إلى العرب إنما هو موجه مباشرة إلى المخربين وأن الشخصيات الواردة في اللعبة مع أنها تحمل ملامح عربية وتتميز بشكل واضح كشخصيات مخربين وكلهم يحملون أسلحة من أنواع مختلفة على رغم كل ذلك فإنني لا أعتقد أن اللعبة تدعو إلى العنصرية ضد المجتمع العربي في البلاد أو خارجها وتضيف النيابة في ردها أن استعمال مصطلح الموت للعرب جرى على يد متصفحي الموقع وليس من قبل القائمين على الموقع وقد حذفت إدارة الموقع هذا المصطلح من قائمة المعاقبين على اللعبة وتعرض لعبة الحاسوب المذكورة على الأولاد أغذى عصى أو مظلة ويتم قتل المخربين على حد تعبير الموقع الذين يظهرون على شكل رسومات كاريكاتورية عنصرية للعرب كما ظهرت نفس اللعبة على صفحة الفيسبوك لهذه المواقع طالبت منظمات لاهافا اليهودية المتطرفة العنصرية بطرد الفلسطينيين المسيحيين من فلسطين التاريخية وجاءت هذه المطالبات خلال تظاهر نظمتها المنظمة اليهودية احتجاجا على فعاليات جمعية الشبان المسيحية في القدس الغربية للاحتفال بعيد بلاد السيد المسيح ومنظمت لهذا هي منظمة يهودية عنصرية متطرفة تأسست عام تسعة وتسعين ويقال إنها امتداد لحركة كاخر يهودية العنصرية المحذورة وقد دعا زعيمها بنسي جوبشتاين في وقت سابق من هذا العام إلى حرق الكنائس في الأراضي المحتلة بدعا وجود تلك التوجيهات في التوراة وحمل ديمتري ديلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح والأمين العام للتجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة حمل حكومة الاحتلال برئاسة بن يمين نتنياهو العنصرية مسئولية وتبعاتها كذا دعوات عنصرية إرهابية قائلا هذه الأرض هي أرض مولد المسيح ومهد الديانة المسيحية ومنطلقها إلى العالم ولن نسمح لمجموعة من الإرهابيين اليهود أن يؤثروا قيد أمنا على رباطنا وصمودنا وتمسكنا بأرضنا في إطار النضال الوطني الفلسطيني وفاة أهم وأخطر جاسوس لروسيا في الكيان العبري في باريس بعيدا عن الأضواء أعلن عن وفاة الجاسوس الروسي ماركوس كلاينبرغ الذي تعتبره إسرائيل أخطر جاسوس قشف عنه منذ احتلالها فلسطين عام 48 وتعتبر أنه سبب أضرارا جسيمة جدا لأمن الكيان بعدما قام بتزبيد الاستخبارات الروسية على مدار أكثر من 20 عاما بجميع المواد المتعلقة بالأبحاث في معهد نيست سيونة حيث تنتج إسرائيل بحسب المصادر الأجنبية الأسلحة البيولوجية وغير التقليدية الأخرى محلل الشؤون الاستراتيجية في صحيفة يديعوت أحرونوت رونين بيرغمان أشار إلى أن العالم الإسرائيلي ماركوس خبير في الحرب الجرثومية في معهد نيست سيونة للأبحاث البيولوجية كان قد هاجل إلى الأراضي المحتلة عام 48 بعد تخرجه من كلية الطب في جامعة وارسو والتحق باستلاح الطب في جيش الاحتلال قبل انتقاله عام 57 للعمل كباحث في معهد نيست سيونة للأبحاث البيولوجية الذي شغل فيه مناصب مهمة كان أخيرها نائب مدير دائرة الشؤون العلمية وكان قد اعتقل سراً عام 83 بتهمة العمل لمصلحة الاستخبارات السوفيتية وحكم عليه بالسجن المؤبد في جلسة محاكمة سرية وتعتقد دوائر أمنية غربية أن الاستخبارات السوفيتية تمكنت من تجنيده للعمل لمصلحتها قبل هجته إلى الأراضي المحتلة عبر استغلال ميوله الشيوعية لسيما أنه أوقف دراسته الجامعية خلال الحرب العالمية الثانية ليلتحق بالجيش الأحمر السوفيتي ويشير بريغمان إلى أنه من المؤكد أن وثائق جهاز الاستخبارات السوفيتية السابق كيت جي بي تضم تفاصيل سرية عن برامج إسرائيلية لتطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية كلاينبرد كان قد غادر الأراضي المحتلة مؤخرا وعاش بالسرية تامة مع كريمته في العاصمة الفرنسية باريس حتى وفاته يوم الاثنين الماضي في موقف مثير للسخرية أعربت جهات رسمية إسرائيلية عن غضبها لأن الأمينة العام للأمم المتحدة بنكيمون لم يذكر اسم إسرائيل من بين الدول المتضررة من الإرهاب وذكرت الشبكات الإذاعة الإسرائيلية ريشت بيت أن مون وفي بداية خطابه في افتتاح مؤتمر المناخ طلب من الحضور الوقوف دقيقة صمت لذكرى ضحايا الإرهاب وعدد عدد مون بعض المدن التي تعرضت للأعمال الإرهابية التي وقعت مؤخرا حيث أتى على ذكر باريس تونس بغداد بيروت باماكو وغيرها ولم يذكر إسرائيل من بين هذه الدول بعد اكتشاف مصر حقل الغاز الأكبر على الإطلاق حقل في البحر المتوسط بالتعاون مع شركة الطاقة الإيطالية إيني والذي يتضمن احتياطات أصلية تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب شركة دولفينوز توقع اتفاقا ثانيا مع الشركات الإسرائيلية التي تستخرج الغاز من حقل ليفيتان بعد أن شمل الاتفاق الأول حقل تمار في آدار الماضي بعد توقيع مصر اتفاقا ثانيا لشراء الغاز من كيان الاحتلال أكد أحد مؤسسي شركة الغاز المصرية دولفينوز خالد أبو بكر أن شركته تسعى لشراء الغاز الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن وفي مقابلة مع القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية تحدث أبو بكر عن لحظة تاريخية في إمكانية دمج حقول النفط في الكيان وقبرص ومصر في الشرق الأوسط من أجل المساعدة على استقرار وتطوير السلام والعلاقات الاقتصادية وبحسبه فإن شركة دولفينوز تريد شراء مليار ونصف متر مكعب من الغاز من حقل تيمار في البداية ثم نحو أربعة مليار متر مكعب من غاز حقل ليفتان وأكد أبو بكر أن الشركة المصرية معانية بشراء الغاز عن طريق عسقلان وذلك بهدف نقل الغاز عن طريق أنبوب شركة إي أم جي إلى مصر وهو نفس الأنبوب الذي استخدم في السابق لنقل الغاز المصري إلى الأراضي المحتلة وأشدد أبو بكر على أن هذه الخطة تتلاءم مع الإصلاحات في اقتصاد الغاز التي ستقوم مصر بتفعيلها في العام المقبل بهدف التحول إلى ركيزة لتسويق الغاز إلى أوروبا وأشار في خلال المقابلة إلى إمكانية وضع أنبوب غاز بديل إلا أن ذلك مكلف ويستغرق وقتاً ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك عقبات أمام إنجاز الصفقة قال إنه متفائل جداً وأنه لا يوجد عقبات وإنما تحديات يجب مواجهتها وتجدر الإشارة إلى أن شركتان في استخراج الغاز من حق الليفتان في البحر المتوسط قد أعلنتا الأربعاء الماضي أنهما وقعتا على وثيقة نوايا مع شركة دولفي نوس لتصدير الغاز إلى مصر بواسطة أنبوب الغاز الموجود أفادت بعض التقارير الإسرائيلية أنه على هامشي قمة المناخ تبحث نتنياهو مع الرئيس الفرنسي بشأن الوضع في سوريا ومحاولات التوصل إلى تسوية سياسية تنهي القتل فيها وشدد على المصالح الإسرائيلية في سوريا وكان نتنياهو في حديثه مع المرسلين قد زعم أنه اجتمع من وراء الكواليس مع عدد من القادة العرب توجهوا إليه أمام نواضر العالم وصفحوه وتحدثوا معه ورفض نتنياهو الإدلاء بأسمائهم بشيرا إلى أنه لا يقصد الذين يوجد لإسرائيل علاقات مع بلادهم فقط وإنما آخرين وأن أحدهم أبلغه بتقديره للخطاب الذي ألقاه في الأمم المتحدة نتابع الآن أسبوع فلسطين في صور من دون تعليق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ختم حلقاتنا من أعرف عدوك إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر